المتواصل لكن كان من ضمن الوفود المهمة في الحضور للقاهرة لحضور هذه القرع النهاردة النجم التونسي الكبير الكابتن طارق دياب حبيبنا حبيب الأهلوية ده نجم تونس في عصرها الزهبي في كأس العالم 78 ونجم التراج الكبير حرص الكابتن طارق دياب على زيارة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد التقاه اليوم في لقاء صداقة خاصة جدا كان جاي معاك كابتن واي الجمعة طبعا صخر الدفاع الأهلوية نجم التحليل مع كابتن طارق دياب في البيئن لكن كانت قاعدة دافية جدا فيها طبعا ذكريات مشوار طويل في الملاعب هو طارق دياب أحد عيقوناته الكرة في تونس صحيح عيقونة رائعة يعني صحيح يعني أنت عارف أنا متحيز لطارق دياب في الكرة في تونس متحيز لبودربالة عزيز بودربالة في المغرب أراهم يعني دول ورابح مجر في الجزائر ومجد عبدالله يعني أنت عارف هي الأربع خمس قمة معروبية أيقونات أيقونات كده في الجيل ده بالزاد فكان استحبوا الكابتن الخطيف في جولة في الأهل في الشيخ زايد عشان يزور هذا الفرع اللي طبعا أكيد أول زيارة له يدخل فيها النادي الأهل في الشيخ زايد ودار الحديث حوالين أوضاع الأهل الكروية والفرصة الأفريقية وطبعا أرعد كاس الأمم الأفريقية بكرة لأنه جاي طارق دياب مدعو لحفل أرعد كاس الأمم فحب يطمئن على الأهل ويطمئن على صحة كابتو محمود الخطيف زيارة مرحب بها من نجم كبير وكذا يعني دائما الأهل هو يعني بيحتضن كل القوامات الكبيرة وبيحترمها